من نمى من غير امال تصعى والقلب هو السماء إلا ايمان بالله وقصد كريم تلقى هو اللي بيقرب السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم اخوة الامان والاسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي امي سي اسأل الله عز وجل ان تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة وان يكشف الله عنا وعن بلادنا الداء والبلاء والغلاء والغذاء انه قريب مجيب الدعاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اخوة الامان والاسلام حلقة يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان تكون نافعة ولندخل فيها الى المفيد والمستفاد انا بس عاوز يعني اقول لكم على يعني شكر كده اقول شكر على الهوى كده مباشرة شكر للسيد الوزير الصديق الحبيب الاستاذ الدكتور اسامة الازهاري وزير الاوقاف على عنايته ببيوت الله وعلى عنايته بشعائر دين الله وعلى عنايته بذكر مولد حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعاوز اقول لكم المساجد بقت شعلة نشاط وحاجة احتفاليات في كل مساجد جمهورية مصر العربية بمولد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم اول امبارح كنت في مسجد ستنا وتجرسنا ستنا السيدة زينب عقيلة بني هاشم حفيدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ستنا السيدة زينب مسجد السيدة زينب انا عاوز اقول لكم يا جماعة اللهم لك الحمد والمنا والفضل حب الناس يعني لا يقدر بالماس حدة حلوة دي تمشي حب الناس لا يقدر بالماس حاجة غير طبيعية محبة صادقة خالصة الناس الطيبين ان اهلنا حبايبنا والله العظيم انا بحلف لكم بالله انا يعني كنت في ماشي في الميدان بالعافية من تزاحهم الناس ومن محبتهم وصدق حب بساطة الناس طيبين الناس بتوعربينها الناس الحقيقيين غير الافتراضيين الناس اللي بحق وحقيل الناس اللي اللي هما جسد وروح الناس اللي بجد الحقيقة يعني وكان على رأس المستقبلين كوكبة من علماء الازهر الشريف بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى رأسهم فضيلة العلامة الكبير الفضيلة الشيخ خالد الدكتور خالد صلاح مدير مديرية اوقاف القاهرة وكيل الوزارة ورجل له وزنه وثقله وعلمه وفضله وكان معانا في المحاضرة العلامة الكبير الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الامير اللي هو النائب السابق لرئيس جامعة الازهر الشريف الحقيقة عاوز اقول لكم والله والله كمان مرة اجواء عيد اللي ما حضرش فاته كتير واللي حضر عارف اللي انا بقوله ان الاضاءة بتاعت المسجد والنظافة والحضور والسعادة والابتسامة حشوف الاطفال بص الصورة دي الصورة دي بعشرين الف معنا الصورة دي التسوى كل المعاني اللي ممكن يقولها اي حد في حياته يعني شوف التواصل الاجيال الولد الجميل ده اللي ابوه مصر انه يسلموا التاركة ويسلموا الارث ويسلموا الطريق والطريقة طريقة محبة الى بيت رسول الله طريقة حضور وتوقير العلماء هم دول اللي بيطمنونا هم شوف السادة دول السادة اللي قاعدين على الارض دول دول مفروض يجلسوا فوق الرؤوس السادة المحترمين اللي جايين المسجد مقتز عن بكرة ابي بالسادة السادة المصلين وقد ايه كان الجمع بحفله وحضوره وتكلمنا عن نسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتكلمنا عن كل ما يتعلق بارهاصات ما قبل النبوء ارهاصات النبوة المباركة قد ايه المسجد بيصيبك بحالة انتعاش يعني حالة انك تلتقي مع الناس حقيقة غير ان انا قاعد داخل استوديو والاستوديو موضوع تاني لكن انك تتعود جوه مسجد السيدة زينب وتشوف بقى المحبة الحقيقية للناس والالتفاف الحقيقي لسيوف السادة العلماء اللي جلسين بيستمعوا للمحاضرة وهما اولى ان هما يعطوا المحاضرة لما لهم من علم ومن ويعني شيء الحقيقة غير ومش هكلمك عن الشياكة بقى اللي الشيخ ده فيها ده حاجة كده ده حاجة بتاعت ربنا يا جماعة مش حاضرة مقدرش اقولكم عليها لكن بص الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحلقات في هذه المساجد سبب وفتح ونور وبركة لينا كلنا ان احنا شوف السيد المحترم اللي لم يتمالك نفسه اصر على اختراق كل الحواجز بيجي بيسلموا ايه ده ايه الحب ده ايه الحالة الفريدة من نوعها وانت كل دول جايين يبص الابتسامة اللي بتاع له الوجوه انا عاوزك تاخد بالك شوف يا جماعة شوفوا الابتسامة تتعالج نفسيا اقسموا لكم بالله ورب الكعبة ورب الكعبة بتروح تتعالج نفسيا اللي مكتائب بيروح المكتائب المدائي المهموم المغموم بيروح الدين ده بالنسبة لهم يعني هو الحياة يا ايها الذين امانوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم شوف الدحكة والابتسامة والحلاوة ناس لم تتلوس ولم تتلون ولم تتغير ولم تخلط الدين بالسياسة وما خلاتش الدين مطي علشان يحصل على كل واحد فيهم لا يتمنى غير مرضات الله وانه يحشر مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة من حالات الحب والصدق والتدافع العفوي واحترام العلماء وتوقير العمامة وتوقير الناس لم تتأثر بكل حملات التشويه المغرضة اللي بتعملها جماعة الاخوان المجرمة جماعة الاخوان المجرمة اللي بيحاولوا بكل طريقة اسقاط الرموز وتشويه العلماء والتطول على العمائم الأزهرية الناصعة التي ما زالت تحتفظ بمكانتها وبحبها ومحبتها أثناء زيارتي لضريح السيدة زينب ومقام السيدة زينب والناس اللي كل واحد فيهم جاي وعنده أمل في أن ربنا ببركة آل بيت رسول الله يفرج عنه ما هو فيه نس بسطاء كرماء أو أسياد أو فياء عندهم دين وعندهم خلق وعندهم كرامة وعندهم عزة نفسه وعندهم حالة رضا غريبة حالة رضا وحالة سكينة حالة سكينة وحالة رضا وحالة حب مش عارف أقول إيه للدكتور أسامة الأزهري اللي يعني فعلا اللي أعطاه الله عز وجل الصحة والعافية ليكمل مسيرة التنوير والازدهار في المساجد بهذه الطريقة المباركة لأنه الحقيقة يعني امتداد الخير دليل على تأصل الخير وتجزر الخير في نفس السادة العلماء اللي بيفسحوا لبعضهم البعض المكان والمكانة والصدق والخشوع في الصلاة والعبادة في بيوت الله أكبر وسيلة لإجابة الدعاء وللخلص من هموم الدنيا تخلصوا من همومكم في مساجدكم هم في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم إن بيوت في الأرض المساجد وزوارها عمارها فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزوري أن يكرم زائرة ويعني ده الحقيقة ده اللي بنأمله من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة لقاء الناس لأن هي دية الحقيقة إحنا في خدمة الناس ونسأل الله أنه يجمعنا معهم في الجنة يا رب العالمين بقلوب راضية ونفوز سعيدة وقبل مخرج فاصل أعزي أخونا العلامة الكبير أحمد محمد علي سليمان الله يكرمه ويطول عمره وكان معانا هنا وكان بيقول ادعو الولدتي بالشفا والعافية ولكن ربنا سبحانه وتعالى شفاها بنقلها إلى رحمته فرحمة الله على والدته وغفر لها وعافى عنها وخالص العزاء لزميلنا وعالمنا الجليل الشيخ فض الدكتور أحمد علي سليمان ونسأل عز وجل أن يحشره معها في مستقر رحمته وأن يرحم أمهاتنا الله مرحم أبا أنا وأمهاتنا رحمة واسعة ببركة هذه الليالي الطيبات المباركات وبعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثالثة أو إلى حديث ثالث وهو في منتهى الأهمية وهو يتعلق بأمر له أهمية شديدة وقصوى فقط ابقوا معنا فاصلوا الواصل الحقيقة أنا عاوز أقول لكم أنا موقف طريف أول مرة يحصل لي في حياتي الموقف دوت يعني كله عبر كله عبر بس الموقف دوت كنت أنا في عقد قران في مكان ما ما هو أنا حقيقة جماعة يعني الحمد لله رب العالمين زي ما فيه واحد شغلته حانوتي أنا شغلتي مأزون بجوز الناس بس مش مأزون شرعي أنا اللي بقول الصيغة بتاعة اللي هو ما يسمى بالإشهار تمام فالمهم يعني فأنا دخلت أكتب كتاب إحدى الفتيات الطيبات المباركات وفجئت بمفاجأة عجيبة مش هقول لكم مفاجأة لما توحدوا الله قولوا لا لا وتصلوا على النبي اللهم تصلى على النبي عليه السلام إيه المفاجأة العجيبة اكتشفت إن أنا اللي مجاوز أبوها لأمها الله أكبر يعني اكتشفت يعني شيء عجيب الأب والأم يعني تخيل حضرتك أنا اللي مجوزهم لبعض وتجوزوا طبعا وخلفوا الحمد لله رب العالمين والعروس البنتهم كبرت لحد ما تخيل حضرتك يعني معنى كده إنه فتع عشرين سنة على قيام بعقد أبوهم الأب والأم وشاءت إرادة الله إنه يخترني سبحانه وتعالى تاني القدر علشان أكتب كتاب البنت يا سلام على فضل الله وعلى كرم الله وعلى عطاء الله طبعا قلت للمعازيم أظلني مش محتاجة أقولكه سني كام علشان تعرفوا حضراتكم سني كام وكوني أكمل رحلتي ده إعجاز ده عوز عنها إلهية كوني أكمل رحلتي في طريق الدعوة من يوميها لحد النهاردة ده برضو ستر من الله سبحانه وتعالى جل وعلا يعني الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل لم أرتكب ما يحسب علي ولم أفعل ما يخدش حيائي وكرمتي وعرضي وفضلت بفضل الله محافظ على أن أكون ثقة بين الناس في الأرض ودي مهمة أنا أعتقد أنها مهمة تقيلة جدا مهمة صعبة جدا ده رغم إيه ده رغم الأعداء اللي عاوز أقولك حدث ولا حرج يعني أنا لا أعتقد أن هناك شخص له أعداء يعني من غير زو الشأن من غير زو السلطة زي بفضل الله ودوت من كرم الله علي لأن ربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إنما الأعداء دول دائما مختبئين جبناء مخفيين إنما المحبة الناس بقى هي دي بقى الحياة الكنز الكبير جدا الذي نرزق إياه بفضل الله عز وجل المهم يعني اكتشفت أن أنا اللي مجوز أبو العروسة وأمها لبعضيهم والحمد لله ربنا يبارك في عروستنا الطيبة المباركة وبممناسبة الجواز أنا بقول لهم بقول يا جماعة الغاوي متاعب يجبني في عقد القران لأنه الحقيقة أنا عندي جماعات الشر اللي رزداني ماشيين ورايا الخطوة بالخطوة عشان عوزين ياخدوا يعملوا أي إشاعة يكذبوا أي كذبة يطلعوا أي غلطة يطلعوا بأي صورة كتير وأظنني مش محتاج شرح وتوضيح آخر واحد من ضحايا كان فضيلة الشيخ الجليل العلامة الرجل التقي المحترم الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق ده قصة بقى الشيخ رمضان عبد الرازق من كام يوم وقلت لكم الجمعة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى حيكتب كتاب بنته ودعينا الناس كلها أنهم يجوا الرجل فرحان هو نفسه اللي طلب هذا الكلام على الهواء مباشرة إنما أصر أننا نكتب الكتاب يا شيخ رمضان بقى لاش أنا إيدي تقيلة يا شيخ رمضان ما فيش فايدة الشيخ رمضان عبد الرازق حفظه الله أخويا وابني وصديقي وحبيبي ورجل نحن كلنا نحبه يوم فرحه ويوم فرح بنته ويوم فرح أسرته ويوم سعادة استثنائي في حياة الناس في أحوال كثيرة جدا من المتاعب اللي الناس كل الناس بتتعرض لها في هذه الأيام إلا إن بسمة ضوء خافت كده في نفأ الحياة أضاء في حياة رمضان عبد الرازق أسعد أسرته الطيبة بيكافئ ولاده على إنه طلع شيخ بيكافئ ولاده على إنه داعية أراضي إنه يغسم البهجة على وجه ابنته فيجيب لها كل شيوخ مصر اللي يقدر يحصل عليهم أو اللي يقدر يتواصل معاهم عشان يحضروا السعادة دي ويشاركوا الشيخ رمضان الحبيب الشيخ رمضان عبد الرازق في لحظة سعادته اللحظة السعادة اللي كلنا اجتمعنا فيها وكانت حضرت مزيعات أيضا كريمات مباركات زميلات للشيخ رمضان وفي العمل الإعلامي وكله حضر والناس توافدوا في كل مكان في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وحضر الجامعة وكل حرصنا إن إحنا نرسب الدحكة والبسمة والسعادة على وجه بنت من أبناء المشايخ اللي بيتعرضوا لحالة من حالات التنمر النادرة والحقيقة كنا كلنا سعداء في جو غير تقليدي وأنا قمت فعلا بعقد القران المبارك أدامه الله وحفظه الله عليهم وكانت السعادة غامرة ويوم جميل ويوم معطر دعينا وكل شيخ من الشيوخ الكليمة مش كلمة كليمة صغيرة أسعد بها القلوب وإشرقبت لها الأعناق وانفرجت لها الأسارير يوم طيب إنما للحقيقة يعني أعداء الإنسانية وأعداء الخير وأعداء السعادة مش حينتهوا أبدا كانت المفاجأة إيه عمل إيه هو دوة اللي حقول لكم عليه بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بس يا عم فرح أو العقد القران يعني كان جميل والحياة كل شيخ قال كلمة أو كليمة وكانت الضحكة والسعادة باينة في وش العروس وفي وش الشيخ رمضان وفي وش أهله ومعزيمه وأصحابه والجميع كانوا في حالة من حالات السعادة الغامرة إنما غربان غربان الشجرة أو البوم الذي ينعق في حياتنا بالهم والغم والكرب والأحزان أنت فاهم يعني الأصحاب اللي جاني اللي بتتصيد وتترصد لكل بص عندنا تنين أعضاء خطيرين جدا وشغالين لنه ونهاروا عندهم كتيب وتمويلات وشغلانها طويلة عريضة جامعة الإسلام السياسي اللي عاوزين يختطفوا البلد وبالتالي بيسقطوا أي رمز أي رمز وبالتالي وجاءت تانية الملحدين اللي هما لا يؤمنوا بأي دين وعاوزين يسقطوا الدين فيسقطوا الدين عن طريق إيه؟ عن طريق الطعن في سوابة الدين أو في الطعن في علماء الدين دي المسألة واضحة تماما وإحنا شايفين حملة ممنهجة للاغتيال المعنوي لكل الرموز الدينية لكل العلماء بدون استثناء يعني عشان نبقى عارفين وواضحين يعني اللي حاصل يا جماعة إن بنت فضيلة الشيخ رمضان مالتزمتش بلبس الحجاب الشرعي الحجاب اللي هو لا يظهر من المرأة فيه غير الوجه والكفين والصور بيينت إنها كانت فيه كذا خصلة من شعرها بين من الترحة اللي كانت لفسها يعني كانت لفسها تقول نص حجاب ما عندناش نحن نص حجاب ولا ربع حجاب ولا تلت حجاب يا حجاب يا مفيش حجاب الأمر رقم اتنين الحجاب فريضة واللي يقول غير كده يبقى مخرف ولازم العلماء ولازم الناس يقولوا البعض ده ولازم هو أقول لي وليه أمر وحستعير كلمة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق اللي ما ينصحش وما يعلقش على ملابس مراته ما يبقاش راجل كلام صحيح مئة في المئة إنما الشيخ رمضان ما قالش اللي ما يدبحش مراته ما يبقاش راجل الشيخ رمضان ما قالش اللي ما اضربش مراته ما يبقاش راجل الشيخ رمضان ما قالش اللي ما جلتش مراته ما يبقاش راجل الشيخ رمضان ما قالش اللي ما يعلقش مراته في النجا فما يبقاش راجل يعلق يعلى يعني يقول رأيه طيب وبعد ما بيقول رأيه نشوف نشوف نبدأ بمين نبدأ بالأنبياء هل النبي دوره سيطرة ولا امره اناهي بس ده سؤال بسيط جدا لحضراتكم امر بالمعروف وانه عن منكر بس ده دور النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام يقدر يجيب السيف ويرغم حد به يعني اي نبي من الانبياء تعالوا كده نسترجع ونعمل فلاش باك زي ما بيقولوا كده بالذاكرة نرجع بالذاكرة للوراء ونشوف سيدنا نوح كان بيكلم ابنه ابنه يا ابني اركم معنا ولا كان بيضرب ابنه كان سيدنا نوح بيرغم ابنه ولا بيقوله يا ابني اركم معنا ولا تكم مع الكافرين واخد بالك انا مش بتكلم على حجاب انا بتكلم على عقيدة عقيدة يعني ايه عقيدة يعني امر جنة او نار ما فيوش هزار يعني خالدا فيها ابدا اللهم احفظنا قضية كفر مش قضية حجاب قضية كفر فانا سألت لو نوح اطبعت رجالة وكتفوا الواد وركبوه في السفينة هل دا كان ايمان يقبله الله هو دا السؤال لا طبعا كل واحد حر في اختياراته انت دورك كاب ودورك كزوج انك تأمر وتنهى فقط انك تنصح فقط انك تبين فقط انما ترغم لا ولذلك انا بسأل السادة الشماليل اللي بيهاجموا الشيخ رمضان اللي كل واحد فيهم ادعى انه ابن عم سيدنا جبريل وابن خالد سيدنا ميكايل بنقول لهم يا ملايكة يا ملايكة السوشيال ميديا هقول لهم كده يا ملايكة السوشيال ميديا ياللي بتقولوا الشيخ رمضاني يقولوا ما لا يفعل هو عمل ايه هو فعل ايه تقول بنته طب قول بنته اللي فعلت مش الشيخ رمضاني اللي فعل وبنته فعلت ايه اختارت عدم الحجاب حنقول عليها ليست محجبة عشان ماقولكش نص حجاب وتلت حجاب وتفهم غلط وتقول لا هي مش محجبة هل الشيخ يسأل لو بنته مش محجبة هل الشيخ يغير دينه ويغير زميته ويغير الامر المعروف عشان بنته ما سمعتش كلام هل بنت الشيخ مطالبة انها تكون شيخ هل ابن الشيخ مطالب ان يكون شيخ هل مرات الشيخ مطالبة انها تكون شيخ جرلكم ايه جرلكم ايه حتنسقوا ورا مجموعة من الرعاع المتخلفين اللي عاوزين يجرجروا المجتمع لأحادية الفكر والرأي او الارهاب بقنا ما بين حاجتين ما بين خطاب ديني متخلف واحد يعني فيه ناس متعصبين الاسلام والدين ليس فيه تخلف انما فيه ناس عندهم خطاب متخلف وخطاب علماني متطرف ده عاوز يلغي الدين ويطعن في الشيخ انه لا يصلح بالكامل والتاني عاوز الشيخ يقطه مرأبة بنته فانت شايف شايف الطرفين واحد عاوز الشيخ رمضان يقطه مرأبة بنته واحد عاوز الشيخ رمضان يبطل كلام في الدين لا انك شيخ ما عندكش كريد بيلتي خلاص الشيخ فقدت المصداقية ايه ده ايه اللي عوجات ده هو نوح نوح يعني انتو الحمد لله الحمد لله اني نوح مش في زمن السوشيال ميديا سيدنا نوح لو في زمن السوشيال ميديا كانت المنشطات نزلت كالقاتي انظروا الى نوح ما لو سيطرة على ابنه انظروا الى نوح كان قال ابنه الاول كان يقال هذا كان سيقال هذا وكان سيقال انظروا الى نوح لم يستطع ان يجزب ابنه للإسلام انظروا الى نوح هكذا كانوا سيقولون فشل في اقناع ابنه بالإسلام وكان الجهلة اللي يعدين على مصاطب السوشيال ميديا كانوا قالوا يا أخويا كان نصح ابنه الاول يا أخويا بس يبص لمراته يبص المين لمراته دي مرات لوط ومرات نوح لتنين كانوا كفار يعني نوح ولوت ما أثروش بالدين في نسوانهم في حرمهم في زوجاتهم تقدر تقول ان نوح مقصر تقدر تقول ان سيدنا لوط كان فاشل حاشا لله حاشاهم عليهم سلام الله قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى ده أنا مش بتكلم في حجاب أنا بتكلم في قضية لا إله إلا الله لا أنا عاوزك تصحالي بس عشان الكلام يبقى مهم ده احنا بنتكلم في لا إله إلا الله هل نوح ولوت تقدر تتهمهم بالفشل وبالعجز وبالتقصير وبعدم القدوة ما انت حتقول ما انت لو كنت موجود أيام نوح ولا أيام لوط يقولك يا أخوة كان يقول لمراته الأول يا أخوة كان يقول لابنه الأول يا أخوة اذا كان مراته مش مقتنع بيه مراته اللي في حضمه اللي في بيته مش مقتنع بيه يبقى عاوزنا نقتنع بيه نفس الشيء بيتكرر النهاردة مع حفدت أعداء نوح وحفدت أعداء لوط اللي هما عاوزين يسقطوا نوح ولوت علشان أسرتهم قل لي قل لي قل لي هل إبراهيم نبي حد في فصحته حد في كلامه حد في قوة سيدنا إبراهيم وحجة سيدنا وتلك حداتنا أتنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم ده في حد زيه ما فيش حد زيه اللي جادل كل الناس اللي كلم كل الناس كلم النمرود وكلم قومه عبدة الكواكب وكلم قومه عبدة الأصنام وكلم أبوه عليه الصلاة الله وسلامه سيدنا إبراهيم ما أقنعش أبوه بالإسلام أو بالتوحيد سيدنا إبراهيم فطبعا لو حضراتكم كان موجود سيدنا إبراهيم في أيام السوشيال ميديا كانت نزلت نفس المنشتات يا أخي هيقول لأبو الأول طب هل سيدنا إبراهيم توقف عن الدعوة عشان أبوه كافر وأصر على الكفر هل سيدنا نوح توقف عن الدعوة عشان ابنه كافر وأصر على الكفر هل سيدنا لود توقف عن الدعوة عشان مراته كفرة وأصرت على الكفر هل النبي النبي محمد سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم توقف عن الدعوة عشان عمه ما اقتنعش ده كان ماسك إيده تخالي أنت حضرتك واحد النبي بيكلمه النبي بيقنعه النبي ماسك إيديه النبي واخده في حضنه يقول له يا عمه قلها كلمة وحاججه لك بها بين يدي الله يوم القيامة يا عمه قلها كلمة الرجل ما قالهاش أبو طالب ما قالش لا إله إلا الله واللي حضنه مسك إيديه وبيقوله وبيوصيه وحاول ينقذه من النار سيدنا النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم جايين انتو حضرتكم عاوزين تعلقوا المشانئ لعالم كلكم أكلتم من فضله ومن علمه ومن خيره ومن بره ومن حسن أحاديثه علشان فرحة يوم اتصرفت فيها إدنته بعفويتها هو ليه تنسبوا الأمر دائما إلا إلا هو أولاد الشيخ أولاد الشيخ واخدين ضمانة يعني أنا عاوز أعرف بس ده كلام مهم جدا يا جماعة هو أنتو مش عارفين أن الشيوخ دول بشر مثلكم أنتو اعتقدتوا أن الشيوخ أولاد عم الملائكة إخوات سيدنا جبريل لا حول القطأ إلا بالله ما لكم كيف تحكمون عالم جليل له وزنه وله مقداره نسينا ما ذكر نبيه الشيخ رمضان عبد الرازق ما علم نبيه الشيخ رمضان عبد الرازق فضل الشيخ رمضان عبد الرازق تجرد الشيخ رمضان عبد الرازق علم الشيخ رمضان عبد الرازق علم وفضل وكرم وانهالت عليه الألسنة الحداد ألسنة الكارهين لكتاب الله وصنة رسوله ألسنة المسقطين لرموز الإسلام ألسنة المتطولين على العلماء يعني شيء لا يصدق عقل ابنته غير محجبة تعاقبون الشيخ على ابنته افترض أن كل أهل الأرض ما اقتنعوش بيك كشيخ تبطل دعوة أمال بتقول لي يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هو فعل إيه سؤال بسأله لأولاد الملائكة اللي بيتكلموا هو بقولها جدلا يعني سخرية اللي عاملين نفسه الملائكة يعني حضراتكم هو إيه اللي ما فعلوش أنت بتحزمه على ما لم يفعل بتحزمه على ما فعلته ابنته الله وبعدين يا أخي الحجاب قلنا أنه فريضة وأي واحد لازم يقول الحجاب فريضة غزبا عن خالد الجندي الحجاب فريضة غزبا عن رمضان عبد الرازق الحجاب فريضة غزبا عن ابنة رمضان عبد الرازق الحجاب فريضة غزبا عن أهل الأرض كلهم إحنا حنغير الدين حنغير الدين عشان التصرفات المسؤولة وبعدين لما نقول يا جماعة علموا ولادكم الأمر المعروف ناع المنكر والخير من غير ضغط ولا إكراه ده ربنا بيقول للنبي لست عليهم بمسيطر عاوزين الشيخ رمضان عبد الرازق يسيطر؟ ربنا بيقوله إن عليك إلا البلاغ عاوزين من خالد الجندي يمسك إن عليك إلا الكربج؟ يعني لما الشيخ يبقى راجل ما شاء الله راجل متحضر وما بيرغمش بناته على حاجة بقى نكرة وعيب ويقولون ما لا يفعلون ولو أرغمها يبقى متخلف ورجعي ولابد من رجمه ولابد من إقصائه بجد يعني المجتمع في حاجة إلى إعادة الطرح كيف نعامل أبنائنا بالإكراه أم بالحضارة والإنسانية والرحمة والاحترام لدين الله تبارك وتعالى شيخ رمضان عبد الرازق أنا باعتذر لك أنا آسف ربنا هني بنتك بفرحة وهني أولادك بسعادتهم لك منك كل احترام وتقدير والحضارة فريضة رغم أنف الكارهين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة واسألوا من غيره يبقى وجيب رحمنه ما أجمله وعمره مرض حبيب وبيت بالتايبين لو بس بوا مع الباب وليه لأم عين يتقبلوا التواب باب السماء كلما قربت له وغرب والدعوة سم من نماء من غير أمل تصعر والقلب هو السماء إن لا إيمان بالله وقصد كريم تلقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة